بسم الله الرحمن الرحيم إذن درس اليوم مع المسائل أربعة من كتاب الجيد للسنة السادسة الابتدائي إذن كالعادة أنجز وحدك ثم صحيح وإذا أعجبك الفيديو إذن لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا وبالتوفيق للجميع إن شاء الله إذن على بركة الله نبدأ مع التمرير رقم واحد إذن استخدم هذا الجوز من فاتورة الماء والذي يبين استهلاك الماء وتمنه وفق كل شطر للإجابة عن الأسئلة التالية إذن هذا هو الجدول الشطر الأول شطر الثاني شطر الثالث السؤال ألف ما هو مبلغ استهلاك الماء بالنسبة للشطر واحد إذن مبلغ استهلاك الماء بالنسبة للشطر واحد لدينا كمية الاستهلاكية خمسة متر مكعب ثم لماذا؟ لأن هنا قيمة الوحدة بأي تمن؟ واحد متر مكعب من الماء إذن قاف واو قاف واو يعني قيمة الوحدة إذن واحد متر مكعب من الماء هو يساوي 2 أو درامن فاصلة 3 و tower إذن لحساب مبلغ استهلاك الماء بالنسبة للشطر الأول نضرب كمية الاستهلاك في قيمة الوحدة إذن خمسة ضرب 2.3 و telesاوي 12 درامن فاصلة 15 نسجل هنا 12.15 سؤال باء ما تمان استهلاك 1 متر مكعب من الماء بالنسبة للشطر الثاني إذن تمان استهلاك 1 متر مكعب من الماء بالنسبة للشطر الثاني لاحظوا الشطر الثاني لدينا كمية الاستهلاك 6 متر مكعب لدينا المبلغ المؤدى 44.16 لمعرفة قيمة الوحدة نقوم بعملية القسمة نقسم المبلغ على كمية الاستهلاك إذن 44.16 قسمة 6 تعطينا سبع درائم فاصلة ستة وثلاثون نسجل قيمة الوحدة السؤال جيم ما حجم الماء بالمطر مكعب المستهلك بالنسبة للشطر الثلاثة يعني هنا حجم الماء إذا لاحظوا لدينا حجم الماء معطى ناقص ثم المبلغ معطى ناقص إذن من خلال المبلغ الشطر الأول زائد الشطر الثاني زائد الشطر الثالث يعطينا المجموع إذن نجمع الشطر الأول والشطر الثاني ونطرحهما من المجموع للحصول على مبلغ الشطر الثالث إذن جيم نقوم بعملية الجمع نجمع المبلغين ثم نطرحهما من 154.862 نحصل على 98.552 إذن نسجل هنا الآن أصبح لدينا المبلغ المؤدى في الشطر الثالث ثم قيمة الوحدة 12.319 للحصول على كمية الاستهلاك نقوم بعملية القسمة إذن 98.552 قسمة 12.319 نحصل على الثمانية إذن كمية الاستهلاك هي 8 متر مكعب الآن أحصب الفرق بين 8 متر المكعب من الماء في الشطرين واحد وثلاثة إذن الفرق بين 8 متر المكعب من الماء في الشطرين واحد وثلاثة الشطر واحد 12 درهم فاصلة 15 والشطر 98.552 نقوم بعملية الطرح لنحصل على الفرق إذن الفرق هو 86 درهم فاصلة 402 إذن ماذا نستنتج؟ لاحظوا هنا قيمة الوحدة بالنسبة للشطر الأول درهمان فاصلة 43 إذا مررت إلى الشطر الثاني يعني كان الاستهلاك أكثر من الماء تصبح قيمة الوحدة أغلى يعني 7.30 ثم تصبح أكثر ارتفاعا إذا مرنا إلى الشطر الثالث إذن من خلال هذه المعضايات نستنتج أنه كلما كان الاستهلاك أكثر كلما ارتفع 8 الوحدة وبالتالي ارتفاع المبلغ المؤدى خلال الشهر للملاحظة فقط فهناك الطبعة القديمة وطبعة جديدة إذن ننتبه جيدا إلى الأعداد أو الأرقام لأن في الطبعة الثانية أو الطبعة الأولى القديمة أرقام مختلفة عن هذه الأرقام تمرير رقم اثنان يريد أبون توفير مبلغ مالي لابنه لمتابعة دراسة الجامعية ففتح له حسابا بنكيا بوضع مبلغ 7000 درام هذا هو الرأس المال في دفتر للتوفير بسعر 6% هذا هو السعر إذن لدينا الرأس المال هو 700 لحساب الفائدة السنوية نضرب رأس المال في السعر إذن تعطينا 420 درام نستجلها هنا ثم أنلاء الرأس المال والفائدة بعد مرور سنة إذن يتم واسترجاع الرأس المال زائد الفائدة إذن نقوم بعملية الجامع فنحصل على 7420 هذا هو الرأس المال والفائدة خلال السنة الثانية إذن سيصبح رأس المال هو 7420 نضربها في السعر اللي هو 6% فنحصل على فائدة جديدة 445 درام فاصلة 2 ثم الآن رأس المال والفائدة خلال السنة الثانية سيصبح المجموع يعني الرأس المال زائد الفائدة الثانوية تعطينا 7865 درام فاصلة 2 نسجل هنا إذا الرأس المال الجديد خلال السنة الثالثة يصبح هو هذا نضربه أيضا في 6% فنحصل على 471 درام فاصلة 912 كفائدة سنوية نجمع الرأس المال مع الفائدة السنوية فنحصل على 8337 درام فاصلة 1112 إذا هذا هو المبلغ المحصل عليه بعد ثلاث سنوات تمرين رقم ثلاثة استخدم نجار من شاره لتجزي لوحة خشبية هي عبارة عن موشور قائم إذا هذا عبارة عن موشور قائم قاعدته عبارة عن معين طول قطره إذا القطرين الكبير 51 سنتيمتائر والصغير 22 سنتيمتر هذا القطر الكبير وهذا القطر الصغير وهذه المعينற وهذا القاعدة إذا حيث يجزқ لقاعدته الحجم الموشوب بصفة عامة القاعدة تقول هو مساحة القاعدة در الارتفاع إذن نحسب مساحة القاعدة التي هي عبارة عن متلت إذن هناك طريقة لحسام مساحة القاعدة إما نستعمل قاعدة المتلت يعني نعتبر هذا هو القاعدة وهذا هو الارتفاع بما أن القطران متعامدا في المعين إذن القاعدة هي 51 سنتيمتر والارتفاع هو نصف القطر الصغير يعني 11 سنتيمتر إذن نضرب القاعدة في الارتفاع قسمة 2 أو الطريقة الثانية نحسب مساحة المعين يعني القطر الكبير في القطر الصغير قسمة 2 ثم نقسمها على 2 للحصول على نصف القاعدة اللي هو المتلت إذن نحن نستعمل الطريقة الثانية نحسب مساحة المعين القطر الكبير ضرب القطر الصغير قسمة 2 تطبيق عدد 51 ضرب 22 قسمة 2 تعطينا 561 سنتيمتر مكعبدا هذه مساحة المعين نقسمها على 2 للحصول على مساحة المتلت فقط تعطينا 280 سنتيمتر مربع فاصلة 5 الآن نحسب الحجم نطبق القاعدة الحجم هو مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة هي 280.5 ضرب الارتفاع الذي هو 7 تعطينا 1963 سنتيمتر مكعب فاصلة 5 بما أن الحجم مطلوب بالديسيمتر مكعب نقوم بعملية التحويل إذن من السنتيمتر مكعب إلى الديسيمتر مكعب إذن نستعمل الجدول فنرجع الفاصلة بـ 3 أرقام سؤال ب أحسب المساحة الكلية لهذه القطعة بالديسيمتر مربع إذن المساحة الكلية نعلم أن القاعدة تقول لحساب المساحة الكلية نحسب أولاً المساحة الجانبية لماذا؟ لأن المساحة الكلية هي المساحة الجانبية والجوانب زائد مساحة القاعدة ضرب 2 لأن أن we have 2 قاعدة 10 إذن مساحة جانبية تشوي المحيط قاعدة لدر الإارتفاع محيط القاعدة القاعدة لدينا عبارة عن متلت إذن ضلعها هذا هو القطر الكبير 51 سنتيمتر وضلعها الثاني والثالث متساويا لماذا؟ لأن هذا معين ونعلم أن أضلع المعين متساوية وهذا هو ضلع المعين 0.25 إذن هذا 0.25 هذا 0.25 ولكن نريد المساحة بالديسيمتر مكعب إذن نحول جميع الأضلع إلى الديسيمتر حيث نحصل على المساحة بالديسيمتر مربع إذن الضلع الأول 51 سنتيمتر نحولها إلى الديسيمتر تعطينا 5.1 نفس الشيء 0.25 نحولها إلى الديسيمتر تعطينا 2.5 إذن الضلع زائي الضلع هي محيط المتلت يعني محيط القاعدة ضرب الارتفاع هذا هو الارتفاع والذي يربط بين القاعدتين 7 سنتيمتر نحولها تعطينا 0.7 0.7 إذن محيط القاعدة 7 د Lyns مربع .07 الآن لدينا المساحة الجانبية أو عفواً المساحة الجانبية 7 د Lyns مربع .07 الآن نحكي به المساحة الكلية المساحة الكلية هي مساحة القاعدة ضرب 2 قلنا لأن لدينا قاعدتين ونضيف المساحة الجانبية مساحة القاعدة القاعدة محيط assembly إذن لحساب نضرب القطر الكبير وهو 51 سنتيمتر بعد التحويل نحصل على 5.1 إلى الدسيمتر نضرب القطر الصغير هنا القطر الصغير هو 22 سنتيمتر معناه أن نصفه هو 11 سنتيمتر يعني 22 قسمة 2 إذا النصف هو 11 سنتيمتر نحولها إلى الدسيمتر تعطينا 1.1 إذن هنا مساحة القاعدة التي هي عبارة عن متلت هي القاعدة ضرب الارتفاع هذه المساحة المتلت القاعدة ضرب الارتفاع إذن 5.1 ضرب 1.1 قسمة 2 هذه مساحة المتلت ضرب 2 لأن لدينا قاعدتان زائد المساحة الجانبية التي هي 7.07 إذن نحصل على 12 دسيمتر مربع فاصلة 68 نحصل على 3.8 بالنسبة لسؤال جيم هل المساحة الكلية لهذه القطعة يعني قطعة هذا مثلا هذه القطعة هي نصف المساحة الكلية للوحة الخشبية بأكمالها نحسب مساحة الكلية للوحة الخشبية ثم نقسم على اثنان لنحصل على النصف ونقارن مع مساحة الكلية للقطعة الواحدة إذن لحساب مساحة الكلية للوحة الخشبية نفس طريقة نحسب أولا المساحة الجانبية إذن المساحة الجانبية تقول هي محيط القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة عبارة عن معين ومحيط معين هو الضلع ضرب 4 إذن الضلع ضرب 4 طيب الحال بالديسيمتر دائما نستعمل ديسيمتر لماذا؟ لنحصل على الجواب بالديسيمتر مربع إذن محيط القاعدة اللي هي معين الضلع ضرب 4 ضرب الارتفاع الذي هو 0.7 ديسيمتر بعد التحويل إذن نحصل على 7 ديسيمتر إذن هذه مساحة الجانبية هنا عفوا مربع إذن هنا أضيفه 2 7 ديسيمتر مربع هذه المساحة الجانبية الآن نحصل مساحة كلية نحصل مساحة القاعدة نضربها في 2 ونضيف إليها المساحة الجانبية مساحة القاعدة بما أنها معين إذن القطر الكبير ضرب القطر الصغير قسمة 2 إذن مساحة القاعدة هي القطر الكبير ضر القطر الصغير من طابعة الحال بعد التحويل إلى الدسيمتر قسمة 2 هذه هي مساحة المعين ثم نحصل على 5 دسيمتر مربع فاصلة 61 قلنا هنا را دسيمتر مربع إذن هذه مساحة القاعدة نضربها في 2 ونضيف المساحة الجانبية إذن المساحة الكليا للحوة الخاشبية هي مساحة القاعدة ضرب 2 لأننا لدينا قاعدتين زائد المساحة الجانبية فنحصل على 18 دسيمتر مربع فاصلة 22 الآن نقسمها على 2 لنحصل على نصف المساحة الكلية لللوحة الخاشبية فنحصل على 9.11 9 دسيمتر مربع فاصلة 11 من طابعة حال تخالف المساحة الكلية للقطعة الواحدة التي وجدناها سابقا السؤال باء 12.68 وبالتالي نستنتج أن نصف أو المساحة الكلية لهذه القطعة لا تساوي نصف المساحة الكلية لللوحة الخاشبية لا تساوي نصف المساحة الكلية لللوحة الخاشبية نمر إلى التمرين أربعة إذن ركبت سعاد سيارتها ومع ابنهها الثلاثة في رحلة من الدار البيضاء إلى مراكش وتوقفت في مدينة سطاط لمدة 25 دقيقة إذن هالتوقف ديال 25 دقيقة إذن لا نعتبره داخل المدة المستغرقة إذن استخدم العداد الكيلومتري والساعة في سيارة سعاد قبل الرحلة وبعدها للإجابة على الأسئلة التالية إذن قبل الرحلة كان العداد هو هذا وبعد الرحلة أصبح العداد هو هذا ثم التوقيت انطلقت على الساعة السابعة و 16 دقيقة ووصلت مع الساعة العاشرة و 41 دقيقة إذن السؤال ألف ما هي المسافة التي قطعتها سيارة سعاد في هذه الرحلة المسافة التي قطعتها سعاد في هذه الرحلة إذن نقوم بعملية الطرح إذن إما 89.194 نطرح منها أو نطرحها من 89.434 أو نستعمل 339.6 ناقص 99.6 سنحصل على نفس الجواب 240 كم إذن سواء استعملنا العدد الكبير طرح العدد الكبير أو العدد الصغير طرح العدد الصغير نحصل على نفس الجواب باء ما هي المدة التي استقرقتها السيارة لقطع مسافة الرحلة المدة إذن 10 10 و 41 نطرح منها السابعة و 16 إذن المدة التي استقرقتها السيارة إذن 10 و 41 نطرح منها السابعة و 16 يعني ساعة الوصول نطرح منها ساعة الانطلاق نحصل على ثلاث ساعة و 25 دقيقة نطرح منها 25 دقيقة لماذا؟ لأنها توقفت خلال هذه المدة إذن ثلاث ساعات هي المدة التي استغرقتها خلال الطريق سؤال جيم إذا علمت أن ما استهلكت هذه السيارة من البنزين في الرحلة هو 20 لطر فاصلة 16 فاحسب استهلكها من البنزين في 100 كيلومتر إذن خلال 240 كيلومتر استهلكت 20 لطر فاصلة 16 كم ستستهلك في 100 كيلومتر؟ إذن للإجابة عن هذا السؤال نستعمل الجدول التالي إذن لدينا المسافة عندما قطعت 240 كيلومتر استهلكت من البنزين باللتر 20 لطر فاصلة 16 عندما تقطع 100 كيلومتر كم ستستهلك؟ نقوم بعملية أو قاعدة تلاتية أو طريقة تلاتية 20.16 ضرب 100 قسمة 240 تعطينا 8 لطر فاصلة 4 إذن هذا هو الاستهلك من البنزين في كل 100 كيلومتر سؤال ديل ما هي السرعة المتوسطة لهذه السيارة؟ نعلم أن السرعة المتوسطة تساوي V هو الرمز للسرعة المتوسطة يساوي D قسمة T لدينا D المسافة هي 240 كيلومتر و المدة إذن هنا لاحظوا 3 ساعة و 25 إذن هنا لا نعتبر هذا التحويل لا نعتبر هذا التحويل هو تحويل يعني بالخطأ كتب بالخطأ إذن لدينا المسافة 240 كيلومتر قسمة المدة التي هي 3 ساعات لأننا وجدنا 3 ساعات 240 قسمة 3 تعطينا 80 كيلومتر في الساعة إذن هذا التحويل كتب بالخطأ فقط إذن نطبق قاعدة السرعة المتوسطة La vitesse moyenne تساوي D La distance المسافة قسمة T المدة 240 قسمة 3 تعطينا 80 كيلومتر في الساعة سؤال خمسة توزع إحدى شركة الإنعاش العقاري تصاميم مرسومة بسلم 1 على 150 لشقاق معدل البيع وتبيع المتر المربع من الشقة بـ 3500 درهم ألف ما تمن بيع هذه الشقة المبينة تصميمها جانبة إذن لحساب تمن هذه الشقة أول شيء نحسب مساحة هذه الشقة ولحساب مساحة هذه الشقة هي على تصميم بسلم 1 على 150 إذن نقيص بالمسطرة الطول إذن أول شيء نحصل الطول الحقيقي بالمتر إذن الطول نقيصه بالمسطرة على التصميم نجد 8.7 نضربه في مقام السلم لنحصل على الطول الحقيقي وهو 1305 سنتيمترات ثم نحول إلى المتر تعطينا 13.05 إذن طول الحقيقي هو 13.05 نشأ للعرض نستعمل المسطرة لقياس العرض ثم نضربه في 150 إذن العرض بعد استعمال المسطرة وجدنا هنا 4.7 ضربناها في 150 أعطتنا 700 5 إذن نحولها إلى المتر تعطينا 7.05 إذن الآن لدينا الطول الحقيقي لدينا العرض الحقيقي لحساب مساحة الشقة نضرب طول في العرض إذن المساحة الحقيقية هي الطول في العرض هي 13.05 والطول الحقيقي ضرب 7.05 والعرض الحقيقي تعطينا 92 متر مربع فاصلة 0025 الآن ما هو تمانبع هذه الشقة؟ علما أن المتر المربع الواحد هو 3500 درهم إذن نضرب المساحة في 3500 درهم تعطينا 322008 الدرهم فاصلة 75 هذا هو تمانبع الشقة سؤال باء أراد مشتري هذه الشقة إعادة تزليج الفيناء والمدخل إذا علمت أن كل فتتزليج المتر المربع و150 درهم فحسب المبلغ اللازم لهذا التزليج إذن الفيناء والمدخل نستعمل المستارة نحسب طول على التصميم العرض على التصميم ثم نحسب المساحة الحقيقية باستعمال السلم نفشي للمدخل نستعمل المستارة نقيص طول نقيص العرض يعني نحسب المساحة على التصميم ثم نحسب المساحة الحقيقية للمدخل إذن مساحة الفيناء على التصميم نبدأ بالفيناء إذن بعد استعمال المستارة في الطول والعرض إذن وجدنا 3.4 في الطول و2.5 في العرض باستعمال المستارة مساحة المستطيل تقول طول في العرض إذا تعطينا 8 سنتيمتر مربع فصلة 5 لحساب الآن المساحة الحقيقية للفناء نأخذ المساحة على التصميم ونضربها في مقام السلم مرتين إذا كان لدينا ضلع على التصميم وأردنا الضلع الحقيقي نضرب في مقام السلم ولكن إذا كانت لدينا المساحة نضربها في مقام السلم مرتين هذه القاعدة إذا تعطينا 191.250 سنتيمتر مربع وحولها إلى المتر مربع إذا هذه المساحة الحقيقية للفناء نفس الطريقة للمدخل مساحة المدخل على التصميم إذا استعمال المسطرة في الطول والعرض ونضرب طول على التصميم في العرض على التصميم تعطينا المساحة على التصميم نضربها في مقام السلم 150 مرتين لأن نحصل على مساحة المدخل الحقيقية إذا تعطينا 48.6 متر مربع نحولها إلى المتر مربع الآن لدينا مساحة المدخل هي هذه مساحة المساحة الحقيقية للفناء هي هذه نقوم بعملية الجمع الفناء مع المدخل إذا هذه هي المساحة المراد تزليجها علما أن المتر المربع هو 150 درهم نفس الشيء نضرب المساحة في 150 للحصول على المبلغ اللازم بالدرهم فنحصل على 3597 درهم فاصلة 75 نمر إلى التمرير رقم 6 تنتشر شجرة أرغان في جنوب المغرب على مساحة تقدر بـ 828 ألف هكتار وتستغل تمارها لاستخلال زيت يستخدم في مجال التغذية والتطبيب والتجميل وقد وصل الانتاج السنو من هذا الزيت بحدى التعاونيات إلى إذن هذه التعاونية استطاعت انتاج 760 قنينة من حجم 1 على 2 لتر ثم 222 قنينة من حجم 4 لتر ثم 240 قنينة من حجم 3-4 لتر ما هو الانتاج السنوي لهذه التعاونية من الزيت باللتر وبالمتر المكهر؟ إذن 760 قنينة نضربها في 1 على 2 ثم نضيف إليها 222 ضرب 1 على 4 ثم نضيف إليها 240 ضرب 3 على 4 فنحصل على الانتاج السنوي باللتر هذا نلاحظ العملية الأولى ثانية ثم الثالثة قنينة ضرب ساعة كل قنينة إذن العملية الأولى تعطينا 380 العملية الثانية نضرب 222 في واحد هي 222 قسمة 4 تعطينا 550 240 ضرب 3 ثم نقسم على 4 تعطينا 260 ثم نجم 1110 لتر من طبيعة الحال مطلوب الجواب باللتر وبالمتر مكعب إذن اللتر هو الديسيمتر مكعب نستعمل الجدول ثم نحول فنحصل على 1 متر مكعب فاصيلة 11 سؤال باء إذا علمت أن إنتاج 1 لتر من زيت أرغان يتطلب قطف 30 كيلوغرام من تمار هذه الشجر من تمار هذه الشجر فاحسب بالطن كتلة تمار لازمة للحصول على الإنتاج السنوي لهذه التعاونية إذن نستعمل جدول التناسبية لحساب كتلة التمار إذن لدينا ساعة زيت باللتر كتلة التمار بالكيلوغرام إذن إذا كانت ساعة الزيت باللتر واحد تحتاج إلى 30 كيلوغرام لاحظوا من خلال المطاية 1 لتر من الزيت يتطلب 30 كيلوغرام من تمار هذه الشجرة الآن نحن نريد 1110 لتر إذن ما هي كتلة التمار بالكيلوغرام المطلوبة نستعمل طريقة ثلاثية 30 ضرب 1110 قسمة 1 إذن قسمة 1 لا داعية لكتابتها تعطينا 33 1300 كيلوغرام نحولها إلى الطن إذن تعطينا 33 طن فاصلة 3 لأن الجواب مطلوب بالطن سؤال رقم 7 قفز مضلي من طائرة كانت على علو أربعة آلاف متر عن الأرض بسرعة هبوط خمسون متر في الثانية ثم فتح مضلتها عندما وصل إلى ارتفاع ألف متر عن سطح الأرض حيث استغرق هبوطه بالمضلة إلى الأرض مدة ثلاث دقائق وعشرون ثاني ما هي بالتواني المدلة التي قضها المضلي في الهبوط قبل فتحه المضلة إذن ما هي بالتواني المدة إذن لحساب المدة التي قضها قبل فتح المضلة المدة نعلم أنها تساوي المسافة قسمة سرعة المتوسطة إذن المسافة لاحظوا كان على علو أربعة آلاف متر هنا قبل فتح المضلة إذن فتح مضلتها عندما وصل إلى ارتفاع ألف متر بمعنى أربعة آلاف ناقص ألف متر المتبقية تعطينا ثلاث ألاف متر إذن ثلاثة آلاف متر هي المسافة المقطوعة الآن نطبق قاعدة المسافة قسمة سرعة المتوسطة ثلاثة آلاف قسمة خمسون تعطينا ستونة تانية إذن هي دقيقة ولكن السؤال هنا مطلوب الجواب بالتواني إذن نتركها ستونة تانية ما هي السرعة التي هبط بها المضلي بعد فتحه المضلة إذن ما هي ماذا؟ ما هي السرعة المتوسطة؟ إذن السرعة المتوسطة التي هبط بها المضلي بعد فتح المضلة السرعة المتوسطة هي المسافة قسمة المدة المسافة كم تبقى؟ بعد فتح المضلة بقيت ألف متر إذن المسافة هي ألف متر ثم المدة هي ثلاث دقائق وعشرون تانية إذن أول شيء ثلاث دقائق وعشرون تانية نحولها إلى التواني إذن ثلاث دقائق ثلاث دقائق ستون لأن كل دقيقة ستون تانية ثلاث دقائق ستون هي مئة وتمانون زايد عشرون هي مئتان الآن المسافة هي ألف متر قسمة مئتان تانية تعطينا خمسة متر في التانية إذن هذه هي السرعة المتوسطة جيم ما هي المدة بالدقائق والتواني التي قضىها المضلي منذ أن قفز من الطائرة حتى لحظة وصوله إلى الأرض إذن ما هي المدة إذن قضى ستون تانية قبل فتح المضلة واستغرق ثلاث دقائق وعشرون تانية بعد فتح المضلة إذن المدة بالدقائق والتانية نجمع المدة ثلاث دقائق وعشرون تانية مع ستون تانية إذن تعطينا ثلاث دقائق عشرون زايد ستون هي تمانون إذن تمانون تانية نقسمها على ستون إذن فيها دقيقة وعشرون تانية دقيقة نضيفها إلى ثلاث دقائق إذن تعطينا أربع دقائق وعشرون تانية نمر إلى السؤال أو المسألة رقم 8 عند سامير مبلغ 94 درهم اشترى به قذيبا من الفضة على شكل أسطوانة مساحة قاعدتها 6 سنتيمتر مربع فاصلة 16 وليعرف حجم هذا القذيب قام بالتجربة التالية إذن هنا لدينا الموشور أو متوازي المستطيلات به ماء ثم وضع به القذيب فارتفع حجمه بعدما كان 6 سنتيمتر إلى 7 سنتيمتر فاصلة 1 السؤال هو الماء حجم هذا القذيب بالسنتيمتر مكعب إذن هناك طريقتين نحسب ساعة الماء هنا أو حجم الماء عفوا نحسب حجم الماء إذن نضرب الطول في العرض في الارتفاع هذا هو الحجم ثم هنا نضرب الطول الذي هو هذا أيضا نفسه في العرض الذي هو هذا نفسه في الارتفاع ونقوم بعملية الفرق بعملية الطرح أو الطريقة الثانية نطرح 7.1 نطرح منها 6 ونضرب في 21 في 12 إذن طريقتين صحيحتين إذن نستعمل الطريقة الأكثر اختصارا 7.1 نقص 6 ونضربها في 21 في 12 فنحصل على 277 سنتيمتر مكعب فاصلة 2 هذا هو حجم القذيب با إذا علمت أن الكتلة الحجمية للفضة هي 110.5 جرام بار سنتيمتر أحسب بالقرام كتلة القذيب أحسب كتلة إذن لحساب الكتلة كتلة هذا القذيب بالقرام نستعمل القاعدة إذن الكتلة تساوي الحجم ضرب الكتلة الحجمية إذن الحجم لدينا سبق حسابه هو هذا ونضربه في الكتلة الحجمية هي 10.5 إذن تعطينا 1910 جرام فاصلة 6 سؤال جين جزاء السامير هذا القذيب إلى أقراص ارتفاعه الواحد هو مليمتران فاصلة 5 ما هو عدد الأقراص التي حصل عليها إذن لمعرفة عدد الأقراص أول شيء يجب حساب ارتفاع القذيب ثم نقسمه على ارتفاع القرص الواحد فنجد عدد الأقراص إذن لحساب الارتفاع جين القاعدة تقول الارتفاع هو الحجم قسمة مساحة القاعدة الحجم هو 277.2 ومساحة القاعدة هي في المعطيات 6.16 إذن نحصل على 45 سنتيمتر هذا هو الارتفاع دي القذيب نقسمه على ارتفاع نقسمه على ارتفاع القاعدة القرص الواحد نطبط حال بعد التحويل نحول مليمتر فاصلة 5 إلى السنتيمتر تعطينا 0.25 إذن بعد إجراء عملية القرص نحصل على 180 قرص دال ما هو المبلغ الذي يجب أن يبيع به سمير القرص الواحد إذا كان يريد تحقيق ربح قدره 720 درهم عند بيعه لجميع الأقراص إذن هو يتوفر على 180 قرص اشتراها ب94 درهم ويريد ربح 720 درهم إذن نضيف رأس المال إلى الربح نحصل على 814 درهم إذن لكي يربح 720 درهم يجب أن يبيع الأقراص ب814 درهم نقسم 814 درهم على عدد الأقراص على 180 فنحصل على 4 درهم فاصلة 52 إذن يجب عليها أن يبيع القرص الواحد ب4 درهم فاصلة 52 إلى هنا انتهى درس اليوم إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كانت هناك أي ملاحظات اتركوها في تعليق مع أهل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي تحياتي تحياتي